اشتركوا في القناة المسلمين حول العالم ممن يوصفون بالوسطية يرأسها امام الازهر الشيخ احمر الطيب ويهدف المجلس الى تحقيق السلم والتعايش في العالم الاسلامي ومحاربة الطائفية ويتخذ من ابو ظبي مقرا له وقد تم تأسيسه في التاسع عشر من يوليو لعام الفين واربعة عشر زيارة فضيلة الامام شيخ الازهر دكتور احمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين الى مملكة البحرين هي زيارة نعتزبها جميعا هذا المجلس الذي يقوم بدور في تعزيز الوسطية ونشر الفكر الاسلامي السمح بينها سواء كان الشباب او كل من هم مهتمون بالدين وكذلك اقامة حوار بناء يقوم على قيم الاسلام التي لا تبتعد من قيمة انسانية ما بين كافة الحضارات الموجودة ولذلك نحن سعداء بانعقاد هذا الاجتماع لمجلس الحكماء على ارض مملكة البحرين وان يكون برئاسة فضيلة الامام شيخ الازهر وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الجهود التي تصب في تعزيز الوسطية والتسامح ونبذ التطرف والعنف في وقت نحن في احوج ما يكون لمجموعات على كافة المستويات ان تعمل من اجل تعزيز هذا النوع من التفكير المعتدل لا شك ان انعقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين هذا يعطي انجازا كبيرا على ان مملكة البحرين ترحب بكل ما هو يصب في مصلحة الاسلام والمسلمين بالدرجة الاولى وايضا ينفتح على الاخر فمجلس الحكماء بما فيه من علماء اجل لا اصحاب الفضيلة يرأسهم الامام الاكبر وايضا بما فيه ايضا من مختصين واساتذة من تخصصات اخرى هو يشكل يعني اطلالة جديدة للنهج الفكري الاسلامي في التعاطي مع القضايا المستجدة وايضا يعني يظهر الاسلام كاسلام حضاري متقدم راقن في الطرح من خلال الموضوعات التي ستناقش ومنها اظهاره بانه يتسامح مع الاخر بل ويحترم التعايش وايضا يدعو الى المودة والالفة والوحدة فيما بين المسلمين